قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه سيتم تقديم التوقيت المتبع حاليا بمقدار ستين دقيقة اعتبارا من الساعة الثانية عشر صباحا من يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من إبريل الفين ثلاثة وعشرين وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر القادم الموافق السادس والعشرين من أكتوبر الفين ثلاثة وعشرين وضفوا أنه وفقا للقانون الصادر مؤخرا في شأن إكرار النظام التوقيت الصيفي ستكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة